ولكن لن أحد من الجمهور سوف أرمان أرمان سأفعل أرمان أرمان ثم أو ٢٠٠ بعد ذلك بالضبط أي حد فينا كان متواقع أصلاً دخلنا من جميع ان سأتكسب كام السؤال كان ستكسب كام لا لا ، هذا ما كان مطروحا عاد الرسالة ونحن كنا بصراحة كنتم نتحدث مع أصحابي بنا نتحدث عن مستقبل مثل ما لدينا خاصنا بعد أنت كسبت حلال سعودة 4 وده فريق طبعا مرعب وكسبت بعد كده المقصة أكيد المقصة ليست المقارنة لكن أنت كنت في حالة ذهنية ومعنوية في كمة يعني في أوجة ألوك بالضبط نحن دلوقتي المسلمين عمالي يعمل تدوير كده بقدر المستطاع يعني في ظل الضغط اللي احنا فيه وبنقدم مباراة حلوة الأهلي بصراحة المتشي اللي فات المتشي اللي قابلي فات طبعا متعنا كرويا نحن كن نقول كفاية حتى جد وقفار مجودة معها عشان المتشي اللي جاي وبدأنا المباراة بمنتهى الثقة بدأنا المباراة وإحنا الأخطر وإحنا الأفضل وده مترجم بالأرقام ومترجم بالفرص يعني احنا لو قارننا المباراة دي وهنقارن دلوقتي المباراة دي هذا مهم جدا أخيرا بس لما نقوم الأول على الأرقام لكن يتكلم بشكل عام بشكل عام احنا قدمنا مباراة جيدة مش هقول ممتازة انت في الآخر انت فعلا يعني ما ترجمتش ده بالأهداف لا أبرر أبدا يعني انت دايما في الكرة في حاجة اسمها أوفداي انت مش في يومك بس مش في يومك بس مش في يومك اه يعني أنا فهم طبعا حقيقة واقعية واللوحة شافتين ببقاء عالم حكسب ثلاثة اربعة ونازل الملعب بالضبط اشوف الكرة داخل جونالقام عداء من جنب ماتش المصري في 2005 سلسلة ده كان يعني كان 14 فرصة محقق على المربو بالضبط يعني ده نموذج لبرضه عشان برضه دايما الناس معين أنا شايف ان جيل حالي مع احترامي جاء وحبي جدا للجيل الزهبي بتاع 2005 يعني هو جيل زهبي طبعا بس جيل حالي برضه هو جيل زهبي طبعا فالناس لازم يعني اتنين برونز يعني يا جماعة فطبعا احنا دلوقتي قدام جيل عشان بس بحب ايه عشان دايما الناس كده عندها حانين الماضي و دايما بنحب الماضي بشوف بس الحاجة المثالية اللي فيه فالحاجة المثالية يا جماعة دايما بيكون في ماتشات الجيل الزهبي خسر يمكن قبل الجيل الزهبي شوية في 2001 خسر من بيته وقتلتك هنا اربعة فيعني كانت حاجة وردناها تلاتة برضه وكسبنا في الاخر البطولة و2013 خسرنا هنا على ارضنا تلاتة سفر وبرضه ردناها وكسبنا البطولة في الاخر من اورلاندو نفسه فيعني مش نهاية الدنيا طبعا أنا بالنسبة لحتة الهزيمة العشرة على ارضنا ده رقم موجع بالنسبة لي أنا مبالش ابدا الهزيمة على ملعبنا لكن في الاخر في عرف الكورة بتحصل كل الفرق في العالم بير منخ يعني المرعب خسر على الارض فحتة ان هو الفرق تكون انت الأفضل وتخسر هم منتقى الصراح كانوا الأفضل في باتش السنة اللي فاتت وخسره يعني عادي بتحصل يعني فحتة ان هو ايه مش عشان احنا بقى خسرنا هنا لازم بقى نقعد نقطع في اللعيبة والمدير الفني لا لا من حق كل واحد ان هو ينتقد ويقول رأيه وكل حاجة لكن بنفس الوقت بس بيزوء يعني من غير بعض الموقع تستفز حد يعني بغض النظر